مشاهدين بعد تعثر وضعه في الخدمة بسبب أحوال الطقس أعلنت واشنطن البدء في تشغيل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال أيام براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تجميع قطع الرصيف قبالة سواحي الغزة بعد نقلها لمسافة 11 ألف كيلومتر من ساحل الولايات المتحدة الشرقي حيث سيتم تثبيت الرصيف المؤقت عند شاطئ غزة وكذلك البداية في إيصال المساعدات في الأيام المقبلة كوبر أكد أيضا وجود خليتي تنسيق لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة الأولى في قبرص اليونانية والثانية في إسرائيل إضافة لألف جندي وبحار أمريكي غالبيتهم في البحر على هبة الاستعداد لتنفيذ المهمة ولكن ذلك سيتم دون أن يكون للقوات العسكرية الأمريكية أي وجود بري في غزة وستستمر القيادة المركزية الأمريكية في إعادة تقييم الأمن بشكل يومي بغرض توجيه عملياتها لكن ورغم الضغوط الدولية التي ترى أن الرصيف البحري لا يكفي لأن يكون بديلا عن فتح المعابر البرية في قطاع غزة أكد نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الرصيف مؤقت بطبيعته ويمثل مسارا إضافيا ولا يستبدل الطرق البرية إلى غزة مضيفا أن الهدف من إنشاء هذا الرصيف هو تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة وليس له أي غرض آخر والتي أي المساعدات ستصل في البداية إلى قبرص اليونانية جوا أو بحرا ليتم فحصها وتجهيزها للتسليم قبل أن تحمل في سفن تجارية أو عسكرية كبيرة نحو منصة عائمة كبيرة أنشئت على بعد عدة كيلومترات قبالة ساحل غزة على أن تنقل هذه المساعدات بعدها إلى سفن عسكرية أمريكية أصغر قادر على الوصول إلى أقرب نقطة من الشاطئ لنقل ما بين خمسة إلى خمس عشرة شاحنة لتنقل إلى الرصيف المؤقت والذي هو بالأساس جسر عائم يبلغ طوله عدة مئات من الأمتار ومثبت في ذات الوقت على شاطئ غزة وأخيرا تتسلم الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي المساعدات الإنسانية ثم تقوم بتوزيعها داخل غزة من جهته انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد انتقد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تثبيت الرصيف البحر المؤقت على شاطئ قطاع غزة بدون التنسيق مع السلطة الفلسطينية وعبره في ذات الوقت عن قلقه من استخدام هذا الرصيف لتهجير سكان القطاع مؤكدا أن هذه الخطوة لن تغير من وضع القطاع في شيء ولن تحل مشكلة غزة والسكان الذين يواجهون المجاعة وأشار عضو حركة فتح كذلك إلى أنه يشك بأن تشكل هذه الخطوة الأمريكية بديلا للمعابر الأخرى لوصول أوسع للمساعدات بالطبع لسكان غزة الأحمد كشف كذلك عن قلقه من استخدام الرصيف البحري كنقطة للتهجير قائلا إن هناك تخوفات كثيرة من أن يستخدم هذا الميناء لحجرة وتهجير سكان غزة سواء كانت قصرا أو طواعا ترجمة نانسي قنقر